نتيجة الطفلة إلا تنوس التي فقدت كل أطرافها نتيجة خطأ طبي لا تزال تتفاعل في ظل رفض الجسم الطبي ممثلا في نقابة الأطباء الاعتراف به والمعاقبة عليه ما دفع النقابة بعد توقيف الطبيب عصام معلوف إلى رفض الإجراء القضائي والدعوة إلى تعليق العمل في المستشفيات والعيادات حتى أخلاء سبيل الطبيب معلوف باستثناء الحالات الطارئة بكل بلاد العالم الموين بين الثلاثة والخمسة بالمية من الشكاوة يكون الطبيب مخطئ بلبنان عم تتخطى العشرين وخمسة وعشرين بالمية يعني شو بعد فينا اجبارة كل تهمة يعني ايدانة اجبارة كل اشتراك كل موت هم الطبيب وراء الموت ما بيصير نكفي بها الطريقة النقابة حاولت تحميل الاعلام وزر القضية من خلال زعمها أن هناك حملة اعلامية على الطبيب وهذا ما أدى إلى إشكال مع مراسل القنوات التلفزيونية في المؤتمر السحفي ترجمة نانسي قنوات التلفزيونية العائلة وقفت مذهولة أمام إسرار نقابة الأطباء على تجاهل إهمال الطبيب وفند والد ألا ما حدث لابنته منذ اللحظة التي عينها فيها الطبيب معلوف أنه لنقابة لأطباء تبرت هالخمسة أيام العلاجة فيه ومعطها أنتبيوتيك ولا عمل لها زرع دم ولا ربط حالة بحالة اختار هذا صحي وطبيعي مطابق للمعايير العلمية وبررت له ليش ما طلع على المستشفى لأنه معينة من 48 ساعة ولازم تكون حالتها مستقرة ولأنه الحالي الموصوفي بالمستشفى لقيله ومعرف نك أنه غلط والله صح ما خلته يطلع على المستشفى وبررت له أكتر قالت له لو طلعت أنت البنت ما كان حيصير فيها هيك بس ما سألته أنت لو عطيتها أنتبيوتيك نهار الرابع يوم اللي هو نهار الجمعة أو خامس يوم اللي هو نهار السبت شو كان صار بنتي ما كان صرر الله شي أنا بسأله لرئيسة اللي جني لقلت له معها بكتيري ستريبتو كوك بنيني معروف سألي لي أطباء لبنان كلهم الأطفال كم ولد بينصاب بستريبتو كوك بلبنان بالسنة؟ عشرات الآلاف حدا صار معه مثل بنتي قلنه نحيله مجلس تقديبي قال لا ما منحيله مجلس تقديبي انت رفع دعوة جزائية بتسقط يديك الدعوة منحيله نحنا عن مجلس تقديبي لأنه الجزائي يعقلوا الحقوق وهذا الشيء أصلا قانونيا غلط بس بدي نستروا عليه ما حلوه ما قبلوا يحيلوا مجلس تقديبي ولما رحنا على القضاء وأخدوا إجراء بحقه تدبيري لأنه لقوا يمكن مزنب وشأكيد مزنب هلأ ما بقى بدون القضاء لا بيحيلوا مجلس تقديبي ولا بدون القضاء ما بعرف شو يعني أنا كي بدي أخد حق بنتي وين بدي روحي كي بدي أعرف شو صار مع بنتي وليش صار معاك بس أنا بقللون أنتوا رهنتوا بطريقة خطأ لو تعالج الموضوع من البداية بطريقة صح ما كنا وصلنا لهم طنوس روى كيف استمر الطبيب في عدم الاكتراث لحالة إلا واعتبارها ناجمة عن ارتفاع طبيعي في الحرارة طلع شافة نهار الصبح الساعة 8 الصبح ايه بالعيادة قالنا ما تعتلهم بتلعب معكم بعض الظهر برم عمل برمتوا بالطبع عشافة وانا بنتكن كتير مني حما تخافوا ما تعتلهم حسان شو البلايوز يو أفتر نون قالت له مرتي حكيم أنا وأول مرة بشوف بنتي وصلت حرارتها نهار الخميس للأربع أول مرة بشوف عليها راش حمر وأفجرها أزرق أرجعته إياهن قال لي هيدا من الحرارة ما تعتلهم هلأ بعطيها بس حين الوقت دواء الالتهيبات بعطيها دواء الالتهيبات تاني وفل عياته تركنا أنا أطلق أطب أعتبرت أنهو بس شايفها نهار التانين أخدها ما تطلع فينا ما تطلع فينا أنا بإلا لرئيسة اللجنة وزارة الصحة وفي بيان رأت أن تقرير نقابة الأطباء الخاص بالطفلة النوس غامض مؤكدة احترامها لأطباء لبنان ومهنة الطب إلا أن مصلحة المريض وسلامته هما أولوية معتبرة أن محاسبة الطبيب يجب أن تتولاها أولا نقابة الأطباء رامز القاضي قناة الجديد